لا لا كات يلا نكس بلا بعض ونيكس يلا عايز خمس دقائق ولاي كله مصبوط بحاجة الشعف يرغي انتقف ليه كده قولنا الموبايلات نافولة في التصوير بحاجة لك يا استيز حردك كان نفعل الرعب مع الرفض على وشي زي بعض ولا الرفض كان أعلى شوية قصب حاجة وشك ايه يا ميم وشك انت دبلير كده كده وشك مش حيبان لحتى تبعيبه في حقي بص يا ميم ان شاء الله طول ما انا عايش وشك عمره ما هيبانتش ايه حبيب يا ريس والله العظيم تشجيعك ده هو اللي ما خلينا اعمل مشاهد بالعظمة والحلاوة دي دلوقتي بقى اسلم القنبلة للكمبلة لا 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 واحد 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 بلدة ايه اللي تسلمها يا انت فاكرة اكسسوار ليه مش كسسوار يا حقيقية نعم انت عارف الاكسسوار دلوقتي عامل كام الاكسسوارات بيت غالية جدا انما دي كمبلة محلية اي حد يقدر يعمل افوارش بقى امين خلاص يعني خلاص يعني انت هتضيع السينما المصرية ما قلنا لك هنبعت نجيب دلوقتي خبير فني فوكيلك القنبلة دي طيب طيب هو حردك الراجل ده هيجي امتى بس جاي جاي ما تقلاش ايه ده بقى امين خلاص يعني لعشو خد عايز بليك ايه شوفوه عايز ياكل ايه حلو الله هالله عايز هالله ايوه ماما لا انا في التصوير انا انا كويس الحمد لله لا لا استني بس زبالة ايه انا عايز اقولك انا انا بحبك جدا وعايز اهترفلك ان انا ماما انا اللي كنت باخد الكفتة قبل ما تتحط في الصلصة مش محمد اخوي ايوه انا صوت كويس يا ماما بس انا عشان عشان الدور تقيل شوية عندي دور ادعيلي بس انت يا ماما لا 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 بلاش حكاية تيكسر الدنيا الدور بلاش النوعية دي بلاش من الدعا يا ماما يا ماما يفرقع ايه الفيلم بس وبتاع لا خليك ادعي ادعي عادي يا ماما دعاوي عادية بسي اوي ربنا يفتحها في وشي مشكل يا حبيبتي بتي دعوتك مقبولة انا فهمت اليوم كده النهاردة ماشي ازاي خلص طيب انا هكلمك تاني حبيبتي هاكلمك لا يعني لو فيي ان شاء الله وقت هاكلمك يعني لو ينفع مع السلام مع السلام الاستاذ احمد امين حضرتك الخبير بتاع القنابل انا ايوه الوكيل مختص فين الكنبلة اللي فيها المشكلة احمد ده اكبر من سيدري اهيه اوكي اه طيب لا والله يا فندم انا مش هقدر اساعدك المركة دي احنا ما بنشتغلش فيها يا فندم مركة ايه انت بتصالها غسالة هو مطور مية اي حاجة ده بني ادم مربوط فيه قنبلة يعني انا المركة بتاعتي انا شخصين هتتمسح منع الوجود طيب معنش هدي نفسك هدي نفسك ها حاول اساعدك حاضر ارجوك تفضل حاضر انا اي حاضر موسيقى هلو ايوه يا نيس عبير اه اه لو سمحت ديني البش مهندس هشام اه اقولي له بش مهندس راجع عايزك طيب الله يخليك مرسي اه يا بش مهندس هشام ازاي السحة عامل ايه والأولاد الله يخليك اه انا دلوقتي عند عميل وهو الكنبلة بتاعته مش من عندنا اه يا فندم تخيل اه لا مش نفس المركة اوكي طيب تمام حاضر حاضر تمام اه بص يا فندم احنا هنفكها لك بس هتضطر تدفع مصنعية اضافية ومش هنقدر نديك ضمان لانها مش بتاعتنا يا بيه ضمان يا واقع الله ضمان عمري اساسا يا حبيبي ادفع لك اللي انت عايزه اخد اللي نفسك فيه طيب حاضر هدي اخلاقك انا ما بخدش حاجة حضرتك انت بتدفع للتوكيل اه وبعدين عندك شكوى اتصل بالادارة انا مال ينا يا سيد الشكوى الغير الله ما زاله اه ممكن حرق تخلصتي بس تفكر الموضوع ده خلينا نبشي حاضر حاضر هدي اخلاقك حاضر اه حضرتك عندك مشكلة في الحساسات حساسات بتاعت انا ولا دي حساسات ايه دي حساسات الكمبيلة فيها مشكلة دي ممكن تنفجر في اي وقت احنا ما نعرفش الطايم بالضبط معلش هجيب حاجة واجهة يا حاساسان ترايح فين ما تشوف لنا سيربب الحساسات دي فك اي حاجة عملها على خلينا هموت هموت طيب معلش هدي اخلاقك هحاول اساعدك حاضر على طول بقى اه ايوا انيسة عبير لو سمحت معلش اديني البش مهندس هشام وشاب دي مالوش نمر على طول تروح وتتكلمه هو ايه بش مهندس هشام ايوا العميل اللي هو كان معاكم بلا محلية الصنع اه حساساته اطلعت مش شغالة اعمل ايه نأ خالص يعني خلاص كده لا بجد ما تهزرش ايوا طيب تمام اركب له سلاسي اركب له واحد سلاسي لا معايا معايا كتير اركب كتير افسان واحدة اثاني واحدة إنت حردتك ليه بتصلحها اعني ما عايزين نبطلها عايزين نوقفها بتصلح ايه حضرتك انا الوردر اللي جايلي انتم تصليح مش تبطيل حضرتك عايز حد يبطل تتصل تقول لهم ابعتوني حد يبطل خلاص انا انا ناسف انا عاردتك اعمل اي حاجة أما ايه حاجة وخلصتني تفضل أنا اسم خير هدي أخلاقك حاضر ايه 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 صود ده لا هي كده اشتغلت تمام والحساسات والهزازات كله كويس احنا 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 كنا عايزين نسكتها ايه تغيبت شغالتها ايه تغيبت شغالتها؟ اخيرها بقت شغالها دلوقتي؟ ما ريش حضرتك بس لو تمديلي هنا ان الحساسات شغالة حسساتي ايه انا مش عايز ديشة غالة دلوقتي طيب مع حضرتك ما اصلنا يعني هي تقريبا المفجر ده صيني وانا مليش في الصيني مش فعي يعني ايه صيني يعني شو انا هموت بالرخيص يعني ايه صيني يعني هنحتاج الخبيل الصيني ييجي يساعدنا يا عم هات اي حاجة ابوش ايدك خلصني ايه عم فيه مدلاش ايه قولك يا نجو الحاجة دي تلزمك ولا اخد انا اكل منها انا قمت ايش ده قلبه ضعيف جدا